سيبوني بقى راحب بدايفي الموجود معنا في الستوديو الدكتور أمجد جبر استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور أهلا بك زيك وسلم الحمد لله في نعم والله يا حديك قلتلي طب وبعدين بقى في التقديمة اللي انت قلتيها دي يعني انت قلت كل حاجة ما هنقولت كل حاجة من قلبي لان انا ستة عاملة وعارفة الستة بتمر بايه اللي بيكون مضغوطة من كل النواحي طول الوقت الستة عايزة تبقى جزهة بيقول عليها احلى كلام اهل جزهة تقولوا دي يا دي انا امرأة ابني ما حصلتش فبتعمالها تدي تدي في مجود ولادها اهلها لكن حتة حلم المثالية ده هل هو حلم ناجح ولا حلم بتقلب لكابوس بعد جده طيب خلينا في البداية نكلم زي ما حضرتك قلت كده هو الستة ليه مشغولة طول الوقت بحتة الكمال وبحتة النتم هي دي حتة في طبيعة الستة انها بتحب الظهور وبتحب الالتفاف او الانتباه لها دايما انها تكون في كامل ادوارها بشكل كويس لكن هي فكرة البحث عن المثالية او الكمال وفي حد زياته رغم ان هو اسم جزابه كويس اللي هو في العلم النفس عندنا له مساوء ولو اضرار كتير جدا على الحال النفسية ايو احنا عايزين بقى علم النفس بيقول ايه يعني علم النفس ولا الواقع اه يعني طيب دلوقتي انا مثلا مثالية طول الوقت خلاص وعمل اللي علي وزيادة حبيتين ثلاثة اربعة بس انا كست على طول حاسة ان انا مأسرة هو ده ساعت بيبقى احساس داخلي عند الشخص يعني عند الست زي ما حضرتك بتقولي ولا اللي حوالي هما اللي بيصدروا لي الشعور ده اه تمام لو انا من جوايا حاسس بعدم الكفاءة او بالنقصة او ان انا دايما عند انشغال بصورة الوصول للكمال او الاحلحاح الشديد ان كل شيء تبقى خالية من العيوب او الاخطاء او ان انا طول الوقت اكون بيرفكت يعني طول الوقت عامل حاجة على الوجه الكامل بتاع مشكلة جوايا يعني كده مش في اللي حوالي ايا مشكلة عند احنا اب الضبط كده عشان كده انا بقلت حضرك في المقدمة انت قلت كل حاجة لان هو حضرك زي ما بتقولي كده بالضبط ممكن يكون ده جوا الست كلها وبعدين هي بتكتشف في الاخر تقولك ايه ده جوز مش مقدرني اهلي جوز مش شايفيني الولاد حتى مش شايفين اللي انا بعمله او بقدره او ده ايه انه كل واحد باصص من زويته باصص من الجزء اللي يخصه اما من اللي مسؤول عن الليلة كلها ومن اللي بيدير البيت هي الست يعني لو جيت في الحياة تبصي او للواقع بتاعنا زي ما حضرك زي ما ذكرت في المقدمة ان الست هي متعددة الادوار حالية تمام ليه لان خروجها للعمل زي ما حضرك زي ما ذكرت في الحياة الحديثة خل الدور اختلف والواجبات بقيت كتير يعني عليها تعدد مسئولية كتير جدا لسه احنا بقى الزمان اتغير والوقت اتغير بس ثقافة الرجالة ودماغتهم لسه ما اتغيرتش حلوة او فاحنا واقفين في الحتة بتاعت ايه انت في الاول خرجت لسؤل العمل بس انا مرجع الراجل عاوز الاقي مراتي في البيت اتعاوز الاقي الست اللي معها اللي بتراعين الست اللي هي مولاد اللي ايما معهم بالدور الواجب اللي بتذكر لهم وبتعمل لهم اي حاجة هو فيه ناس بتقدر ده وبتبقى فهمة ان التقصير مقبول او احيانا يكون عادي بالنسبة لتعدد الادوار اللي واقع على المرأة حاليا وفيه ناس لا تشوف انت قررت بقى انك هتنزلي للشغل وتتعاملي فانا مليش داعهم اتعاملي مع الموقف القصة كلها طيب الموضوع حلو فين حلو في الحوار ان احنا نقدر ونتفق ونتكلم ونشوف ازاي هندير بيتنا واسرة يعني هو الموضوع في الاول خالص طالما انا جوه اسرة انا بتعامل مع شخص هو مش ملك نفسه بس ده هو عنده ادوار تانية مرتبطة باشخاص تانية طيب هو في حياته بيوزع وقته وبيدير مسئولياته على حسب كده ولا هو تصبح انترضر الزبط احنا عندنا صقافة للرجالة ان انا بشتغل برا البيت ما بشتغلش جوه البيت فبالتالي هو عنده مشكلة رجعت ورشت مشتغل رجعت البيت بقى الولاد اللي حالاته المسئوليات التانية دي بتاعت مين بتاعت الست بتاعت الست فاحنا عاوزين تغيير في الصقافة وفي المفهوم ده لانه بورد غير بس يا دكتور هي رجالة في بعض الرجالة يعشان لا للتعميم او طبعا في بعض الرجالة خبسة قوي يعني ناصح قوي شغل دماغه على مراته والله يا ربا كبالك في الاخر شغل دماغه طول الوقت يجي مثلا البيت محتاج حاجات كتير وهو مرتبه على قده ومصاريف شايف هو بعينه انه مرتبه ده ربع يعني مايجيش ربع اللي بتصرف فتيجي الست تقوله ايه خلاص يا حبيبة انا هنزل الشغل عشان اساعدك عشان اقدر يعني اشيل معاك الشيلة فويجي براحتك اللي انت عايزاه يتقوله طيب هي بقى بتضحي بقى هو عشان تنزل تشتغل تسعي الجوزة فتنزل تشتغل وتجيب فلوس وفلوسها دي كلها رايحة برضو عالبيت وعلى طلبات البيت عشان ما تجرحوش وعشان تساعدو فييجي مثلا هو يقولها ايه يعمل طبعا مش واخد باله خالص يعني ان هي تعبنة طول النهار وانه ممكن كمان مايبقاش معها عربية تنزل في المواصلات وبتشوف سخافة المواصلات والزحمة واللي حداك فاهم ده كله فترجع البيت بقى ايه بسرعة متعصبه هو بتعمل فييجي والله ايه ما تقوله ايه ما انا طول النهار باشتغل ازايك وهو شايف ان هي طالع عينيها لو حد قالك تنزلت اشتغلي ما انت اللي نزلت اشتغلي بمزاجك يا راجل يعني ده انت مشغل دماغك حالية طول الوقت وكلمة دايما الست بتتقهر لو سمحك كلمة هو حد قالك تنزلت اشتغلي اه ما وما حدش قالي انت ما غصبتنيش بس انا شايف ان بيتي محتاج ان انا لازم انزل اشتغل بالزبط وهي كمان بتبقى محتاجة الكلمة الكويسة يعني ما يجيش بعد الدور ده كله هو يشوف الموضوع يهمشه او يبسطه او في الاخر يرمي باللوم اللي يتاب عليها يعني فهو كلام حضرك مظبوط لان هو ده جزء مهم محتاج ان الراجل طول الوقت يبقى واخد باله من الكلام خاصة لما تبقى الشخصية مرتبطة باللي احنا بنتكلم فيه النهاردة ان الشخص ده مثالي او طول الوقت عاوز يشوف نفسه يعني عنده مثالية او هو دايما بيعمل كل حاجة صح فقدر يقوم بقى لأدواره لك هو يعني خبطها الكلمة دي او سماعها الكلمة دي هو وقعها ودي يمكن حاجة باللاحظة حتى في سيكولوجيات الست دايما ان هي دايما اللي بيديها الطاقة تقولك ان لو جزء بيقول لك كلمة كويسة او لو حد قال لك كلمة كويسة طاقة بتتجدد وكل حاجة بيبقى عندي خلاص وبنسى الوجع وبنسى التعب وكل حاجة لان بيقولوا ان الست حتى بتحب بودنها وبودنها يعني بتسمع كلام حلو بتحب احنا كستات بنحب نسمع كلام حلو بالزبط كده فهي الفكرة بتبقى في الكصة دي في الحطة ان احنا نتفهم بعض